اشتركوا في القناة جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحورة بعد توسعته وتجديده وتجهيزه بشكل كامل على نفقة عائلة الكوهجي وأعرب معاليه عن سعادته بافتتاح هذا الجامع المبارك والحيوي مع حلول شهر رمضان الفضيل ليعود عامرا بذكر والعبادة مثمنا دور المحسنين في إعمار بيوت الله ورعايتها بما يعكس روح الخير والبدل والعطاء لدى الشعب البحريني مؤكدا اعتزاز المملكة بهذه الإسهامات الكريمة التي يقوم بها المحسنون لخدمة دينهم وبلادهم ومجتمعهم منوها في هذا الصدد بمبادرة عائلة الكوهجي بتبني القيام بتوسعة هذا الجامع المبارك وتجديده بالكامل وأشاد معاليه بحرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على خدمة بيوت الله ورعايتها ودعمها وتعهد شؤونها ولفت معاليه إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبتوجيهات ملكية سامية يحرص على تشجيع ومسندة المحسنين في مشروعات الخير والبر والإحسان وأهمها إعمار الجوامع والمساجد ترجمة نانسي قنقر